في عالم مليء بالتحديات الصحية والبيئية تتجه الأعين نحو تأكيد سلامة وجودة الأغذية ومن هنا يبرز أهمية المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية الذي بدأ بفحص الخضروات والفواكه والبيض كمرحلة مبدئية جزئية يقوم المختبر حاليا بالتشغيل الجزئي لفحص الخضروات والفواكه والبيض كمرحلة مبدئية ويعمل على مدار 24 ساعة هناك أكثر من المختبرين سواء الأحياء الدقيقة الحيوية أو الكيمياء الحيوية كذلك اللي هم الميكروبيولوجي والبيوكيميستري سوف يقومون في المستقبل القريب بفحص اللحوم والأسماك والألبان حتى تكتمل هذه المنظومة المختبر يستلم العينات الغذائية عبر المنافذ من إدارة الأغذية المستوردة ومراكز التفتيش في مختلف المحافظات وتظهر النتائج إلكترونيا حيث تأتي العينة الغذائية من المنافذ عن طريق إدارة الأغذية المستوردة هناك آلية لاستلام العينات في السرداب بسيارات مجهزة لنقل العينات يتم استلام العينات وتحضيرها وإرسالها إلى المختبرات المعنية كذلك تأتي العينات من مراكز التفتيش بالمحافظات والسيستم مربوط ما بين إدارة المختبرات وإدارة الأغذية المستوردة تطلع النتائج يستعلم فيها التاجر مباشرة ومن بعدها تستخبر إدارة العامة الجمالي للإفراج هذا المشروع الحيوي يقع على مساحة 17 ألف متر مربع ويضم 32 مختبرا للفحص الكيميائي وفحص الحياء الدقيقة ويتكون من ثلاثة طوابق وسرداب من قسم حق طابق أرضي في الفحوصات المبدئية للكيميا والمايكرو والطابق الأول اللي هو كله فحوصات مايكروبيولوجي والطابق الثاني اللي هو فحوصات الكيميا يتكون من 32 مختبر بمختلف المختبر يعتبر من بين أكبر المختبرات كرقعة ومساحة مكانية على مستوى الخليج العربي فمن المنتظر أن يحقق هذا المشروع الحيوي نقلة نوعية في توفير غذاء آمن وصحي وذات جودة عالية هذا المشروع هو بمثابة خط الدفاع الأول لمكافحة الأغذية الفاسدة والمخشوشة لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت